احنا اللي عملينا تدور على كل حاجة غلط ونتكلم فيها وسايبين الحاجات الإجابية اللي موجودة احنا اللي دا بينا ننتقدون النهاردة طب انت سيد سيد حجاب قلت ان ما ينفعش طب قلنا ايه اللي ممكن ينفع نبني اقتصاد الدولة ازاي في الظروف اللي احنا فيها دي في المعطيات اللي احنا والمشكلة ان كل الناس عارفة انه ظروف صعبة واي حد كان حيلي يمسك البلا في الظروف دي صعبة ومعه زيالك مصر بتتحرك وبتتقدم والكلام ده كله مصر بتتحرك يطلع بعض الاخر يقولك احنا كنا عاملين صورتين عشان تعمله بنية تحتية او يا البنية تحتية دي حد اريحة يعني ولا ايه مش فاهم هل البنية تحتية دي يعني لا ما صح انا هو انت البنية تحتية هي زي الاساس بتاع العمارة لا يمكن حتيبني دولة من غير ما يبقى عندك بنية تحتية يعني الكوريا اللي عشان تتقدم بمناسبة كوريا اللي كنا بنتكلم عليها انت عشان تصدر الكوريا ايه مع تصدير تصدير بتصدر في حالة كتير لدينا الخضار مثلا اللي بتصدره كوريا الخضار من ساعة ما بيطلع من الارض لغاية ما يوصل السوبر ماركت في اوروبا او في اي حتة في العالم ده واحد عشرين يوم لو اكتر من كده يبوس طيب انا لو ما عنديش شبكة طرق الخضار اللي طالع بقى لو انا في مصر هنا طالع من مثلا من الصحراء الغربية من طريق الصحراوي او طالع من الدلتة من محظوظات الدلتة او داي من الصعيد لو ما عنديش شبكة طرق بتودي للمطارات اللي عندي تقدر توصل لها دي في معاد محدد باصة المسألة انا لو ما عنديش شبكة طرق لنا لا فيه لا هعرف اصدر ولا هعرف استورد ولا هعرف اعمل اي حالة ولا كلام ده كله فالبنية الاساسية زي الامار انت بتعمل بني اساسية زي اساسات الامار بتعمل اساسات كويسة الامار هترتفع وتبقى راسخة مش هتقع هتكلفت وتبني على وش الارض مع اول اي حالة هتلاقي بتاع دي تهدت ببساطة كده ان ما هو فكرة الانتقاد فكرة ان كل واحد عايز بيبحث عن دور ما لاشه الدور ده عمال بيانتقد لمصطحة مين فلما نيري النهاردة حتى هناك دعوة ان الشعب يساهم ولازم يبقى فيه دعوة تانية ان الشعب يساهم بانه يقالل الانفاق ان الشعب يساهم النهاردة ده انا لو احنا بقى عندنا كده ولو الاعلام يعمل ده كده انا النهاردة بنعمل حوالي عشرة مليار لينيه كل شهر في التليفونات انا معارفش المبلغ ده الصحيح ولا انا ما يقترب من هذا المبلغ ربما اكتر ربما قال لنا ما في الحدود دي حتى لو خمسة مليار لينيه تخيلوا حضراتكم خمسة مليار لينيه طايرة في الهوى انا في اعتقادي ممكن نقول 3 مليار منها مهمة في اعمال وكلام ده كله فيه اتنين يعني نستطيع ان نقلل ده احنا ما كانش عندنا من فترة زمنية للتليفون الارضي يعني وكانت المكالمات فيه في حدود وكلام ده كله وكانت الدنيا مشية انما احنا طبعا استدبع الامر في ظهور المحمول حداد تانية بقى ورسائل ومش حارفية وكلام ده كله طب احنا لما النهاردة لو انا النهاردة احنا بقى وفيه اعلام وفيه مسقفين وفيه ادباء وفيه شعراء وفيه سنة والناس اطلعت الناس ستقول للناس متيلوا النهاردة بدل ما اقول لصابة تعالى النهاردة انا انا تنازل من الفاتورة بتاعت دي انا هقرق يعني فيه لزء معاين ما عارفش ازاي حعمله هيبقى من فاتورتي قررت انا بدفع في فاتورتي ميل بنيا لا انا فيه خمسة جنيه من ميل بنيا دولار انا هتنازل عنهم انا ايه لكذا انتو متخيلين ان لو احنا قللنا الانفاق اللي اتنين مليار دول انفاق لو قللناهم لو قللنا اتنين مليار اتنين مليار ده مبلغ كبير بعيدا فامتى الشعب يشعر مسئوليته غير ما يكون هناك رأي عام بتعمل وهذا الرأي العام عشان بتعمل لازم اعلام بيعمل ده انما الاعلام ماسك انه بيتكلم بس في المشاكل ده غلط من اعمل ده كذا طب ما فيش حالة عايزين نتحرك هنتحرك لقدام ازاي اللي مش عاجبه فكرة تصبح على مصر اون الشعب يتبرع وانتعب اعتبر دي حاجة عيب وانتا كلام فارغ مش حابني الاقتصاد اقول لنا اللي الاقتصاد يتبني ازاي مطلوب مننا كلنا من لديه اقتراحا يقدمه تمام او يقول ده وايه العيب في الفكرة دي انك تساعد ان احنا نساعد طب انا حاول فكرة اتمنى ان اهلينا يعني في كل حتة يتنبهوا لازم الموضوع والفكرة دي قائمة ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر